السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا خامس وصلنا للوحدة السادسة وهي رحلة في وطني الدرس الأول المواقع الأثرية في وطني اليوم نتحدث عن المواقع التي تقع في شمال الأردن أول منطقة أو أول مكان هي عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية طبعا عرفت عمان قديما باسم ربة عمون أو فلادلفيا إذن عمان كانت تسمى قديما ربة عمون أو فلادلفيا من المواقع الأثرية الموجودة في عمان المدرج الروماني في عمان المدرج الروماني وجبل القلعة وأيضا سبيل الحرية هي من المواقع الأثرية الموجودة في عمان وهي تقع في شمال وسط الأردن بالنسبة لجرش أيضا تقع في شمال الأردن وهي أصغر محافظات الأردن طبعا جرش تقع على بعد 48 كم من عمان شمال عمان قديما كان يطلق عليها اسم جراسة وسميت بمدينة الألف عمود بسبب كثرة الأعمدة التي تزين طبعا مختلف معالمها مثل ما أنتم شايفين هاي الأعمدة كلها موجودة في مدينة أو في قلعة جرش لذلك سميت مدينة الألف عمود طبعا معالمها الأثرية مثل ما أنتم شايفين الساحة الرئيسية والمسرح الجنوبي أيضا في عنا تقع في المدينة إربد شمال غرب إربد مدينة أمقاس هذه المدينة تطل على نهر اليرموك وبحيرة طبرية ومن المعالم الأثرية الموجودة فيها المدرج والحمامات الرومانية وبالإضافة إلى وجود متحف في هذه المدينة إذن يوجد فيها مدرد مثل ما أنتم شايفين حمامات رومانية ويوجد فيها المتحف إذن كمان مرة نرجع أولا نعرف عمان هي عاصمة المملكة العردنية الهاشمية ما هو الاسم القديم لعمان رب تعمون أو فيلادلفيا ما هي المواقع الأثرية الموجودة في عمان المدرج الروماني 2 جبل القلعة 3 سبيل الحرية المدينة الثانية هي جرش ما هو الاسم القديم لجرش جراسة فسر سبب أو عفوا فسر تسمية جرش مدينة الألف عمود فسر تسمية جرش مدينة الألف عمود بسبب كثرة الأعمد التي تزين مختلف معالمها ما هي المعالم الأثرية في جرش 1 الساحة الرئيسة 2 المسرح الجنوبي الآن أم قيس أين تقع أم قيس أين تقع أم قيس شمال غرب محافظة إربت ما هي المعالم الأثرية لأم قيس 1 المدرج 2 الحمامات الرومانية 3 المتحف وهيك يا خامس منكون أنهينا القسم الأول المرة القادمة من نتحدث عن المناطق التي تقع في جنوب الأردن من يعتيد كميلافية